بيبدأ المسلسل مع واحد صياد واللي بيركب المركب بتاعه عشان يصطاد من المحيط وبعدها بيرمي الشبكة في المياه لكنها بتشبك في الصخور وفجأة بتشده الشبكة وبتوقعه في المياه وبيتصدم الصياد لما سرب من الأسماك الصغيرة بيحصره وبعدها على طول بيأكلوه وفي الوقت ده بتظهر تشارلي واللي بتكون علمة أبحاث بحرية وبتبقى شغالة تبع معهد أبحاث في النرويج لكنها بتكون في سكوتلندا عشان ترصد حركات المادة والجزر للمحيط الأطلسي وبتدقى تشارلي لما بتعرف من رحيم انها تضطر تفضل موجودة في سكوتلندا طول فترة الصيف وبعدها بتلاحظ تشارلي ان فيه عطل في جاز الاستقبال والإشارات واللي بيرقبه من خلاله الكائنات البحرية فبتقفل تشارلي مع رحيم وبتنزل المحيط وبتكتشف ان الجهاز مشبوك في التحالب فبتحاول انها تقطع التحالب وبتاخد الجاز في المركب عشان تصلحه وبعدها بيظهر ليون واللي بيشتغل في معد أبحاث بحرية في كندا واللي بيقابل زميله جاك عشان يعرفه سبب ظهور حوت ميت على الشط وبنعرف ان الحوت ده جزء من مجموعة حيتان بتهاجر لجزيرة فانكوفر كل سنة وبيظهر جروح كتير في جسم الحوت وعشان كده بيروح ليون وجاك لكيت واللي بيكون صياد كبير وبيسأله ليون ان كان سماع عن حوت القركة اللي مات على الشط الصبح فبيوريهم كتير مركب بتاعته واللي بيظهر ان الحوت كان بيهاجمها قبل ما يموت وبيقول كتير ان الصيادين كانوا مفكرين ان الحوت كان فضول لكنه فجأة بقى عدواني وبيتصرف بجنون وعشان كده اضطروا انهم يدفوا عن نفسهم وقتلوهم وبعدها بتوصل جيز صاحبة شارلي لسكوتلندا وبيبق معها توماس واللي بيبقوا موجودين عشان يصلحوا جهاز الارسال واللي بيظهر ان شارلي بوازت واحد غيره قبل كده وعشان كده توماس بيشك فيها وبيسألها ان كانت قصد ضوازه عشان تحمي نفسها فبتضحك تشارلي بسخرية وبتطلب منه يسيبها هي اللي تصلح الجهاز فبيرفو تومس وبيقولها ان اللهم هيقع عليه هو لو بس تاني وبعد ما جيز وتومس بيمشي بتخرج تشارلي وبتروح لحانة وهناك بتقابل دوجلس واللي بيكون صياد وبييداق لما بيعرف ان تشارلي علامة بحرية وبتقوله انها بتعمل دكتوراه عن الضغوط المحتملة عن نظام البيئي بالسبب الصيد الجائر وتلوس المياه فبيقولها دوجلس ان الصيادين بيحاولوا يأكلوا عيالهم فبتقوله تشارلي ندا مش هيحصل لو السمك خلص وبعدها بتحس انها سخيفة وعشان كده بتقرر انها تعزمه وبعدها بتظهر إليشيا واللي بتشتغل مع اليون في المعهد وبتحاول انها تتكلم عن حوط القر كلمات لكن اليون مش بيدي لها فرصة وبيقولها انه مش قادر يتكلم وبعدها بتظهر ليزي واللي بيبقى عندها مركبة وبتامل عليها رحلات سياحية عشان الناس تشوف الحتان واللي بتتأخر جدا ومش بتظهر لفترة طويلة وبتحبط ليزي جدا وبنشوف تشارلي وهي في بيتها وبيبقى معها دوجلس وبيظهر انهم في علاقة مع بعض وبتحاول تشارلي انها تخرج قبل ما يصحى لكنه بيفوقه بيقولها انها يخرج معها وساعدها ترجع جهاز الارسال المحيط ولما بيوصلوا بيتفاجئ دوجلس لما بيشوف حاجة غريبة في المياه فبتقوله تشارلي انه دهب بسبب التحالب الميتة واللي بتتفككه وبتطلق غاز الميثان واللي بيكون قابل الاشتعال لكن تشارلي بتلاحظ ان المنطقة اللي هي فيها مليانة بغاز الميثان فبتصورها وبتبعتها للمديرة بتاعتها واللي بتلاحظ وجود دوجلس في الفيديو فبتحذر تشارلي انها تاخده معها تاني مغير اذنها وفي الوقت دهب بيسمع ليون صوت الحتان وبيعرف انهم هيوصلوا لمنطقة بتاعتهم فبيتصل على ليزي وبيعرفها وبيظهر انهم يعرفوا بعض كويس فبتقوله ليزي ان الحتان موجودة على السحل كله وانها تخرج بسرعة عشان تبقى اول مركب هناك وبتستقبل ليزي السياح واللي بيقى فيهم اطفال كتير في نفس الوقت اللي ليون بيوصل فيه للمحيط وبينزل فيه ميكروفون حساس جدا عشان يسمع ويسجل اصوات الحتان لما تقرب منه وبعدها بيظهر حوت الاركة واللي بيكون حجمه كبير جدا وفجأة بيسمع ليون اصوات حتان الاركة واللي بيكون عدالهم كبير وبيلاحظ انهم متجهين لمركبة ليزي فبيحاول ليونه ان يحذرها لكنها بتبقى مجغولة ومش بتعرف تسمعه وفجأة بيوصل حوت الاركة لمركب ليزي وبيخبطه وبيقسمه نصيا فبيجري ليونه عليها بسرعة عشان يلحقها وبينجح انه ينقذ مجموعة من السياح واللي بيبقى منهم اليش يا زميلته لكن الحتان بتهجم فجأة عن ناس وبتاكلهم وبيفشع ليون في انه ينقذ ليزي واللي بتقع منع المركب وبياكلها الحوت وبعدها بيظهر طباخ فرنسي واللي بنشوفه في السوق وبيشتري استاكوزة لسه خارجها من البحر وبعدها بيرجع المطعم عشان يطبخها لكنه بيلاحظ ان في استاكوزة بيزة وبيبقى خارج منها سائل لازج وفجأة بيخرج السائل ده في وش الطباخ فبيطلب من المساعد بتاعه انه يرميها وينظف مكانها وبيظهر بنت بتتضرب في المطبخ وبتاخد الاستاكوزة من المساعد وبترميها في الزبالة في نفس الوقت اللي بيخرج سائل من الاستاكوزة وبيقع على هدوم المتدربة وبعدها بشوية بيحس الطباخ انه تعبان ومش بيقدر يركز فبيطلب المساعد انه يشتغل مكانه وبيخرج الطباخ من المطعم عشان يشم هوا لكنه بيقع على الارض فجأة وبيرجع دم اسود وبيموت بعدها على طول وبيتعب المساعد وبيدخل للمستشفى وفي الوقت ده بتظهر صوفيا الدكتورة واللي بتعرف سيسيل زميلتها اللي حصل وبنعرف ان السيسيل دكتورة متخصصة في الامراض المعادية والاوبئة وبتقولها صوفيا انهم اكتشفوا ان الطباخ مات بعد ما رجع دمه برضه فبتطر السيسيل انها تسيبها وبترجع لمكتبها وده لان ولادها سابوا بيتولدهم ورجعوا لها وده لانه بيخرج طول الليل وبيسيبهم لوحدهم في بلد غريبة فبتتصل سيسيل على طلقها وبتتعصب عليه وبنشوف ليونه وقعد لوحده وبيبقى حزين بعد اللي حصل لليزي وفي الوقت ده بيقابل وحده واللي بتكون علمت فلك وبتلاحظ ان اليون حزين وبتبقى عارفة الحدثة اللي حصلت فبتديله رقمها وبتطلب منه يكلمها في اي وقت لو حب انه يحكي وبعدها بيظهر علم بحر نيروي جسمه سيجور واللي بيوصل لسفينة نيروجيه متأجرة مخصوص لمركز الابحاث البحرية عشان يقدروا يعملوا الابحاث بتاعتهم وبيقابل سيجور تينا واللي بتكون شغالة في شركة تعدين وتنقيب عن مصادر الطاقة المدفونة ده البترول والغاز الطبيعي واللي بتكون سبب رئيسي في تدمير البحار والمحيطات عن طريق المخلفات اللي بتترمي فيها واللي بتهدد حياة الكائنات البحرية وبنعرف ان تينا هي اللي اتصلت على سيجور وطلبت منه يحضر وده لانها لحظت حاجة غريبة في البحر وبيكتشف سيجور ان فيه ديدان موجودة في قاع المحيط واللي بتتغذى على البكتاريا اللي موجودة في الجليد وعشان كها سيجور بيحللها وبياخد صورة ليها وبيكتشف انها بتتكسر بسرعة كبيرة جدا ومش بس كده لكنهم كمان بيجبروا بسرعة وبيظهر ان سيجور متداق من تينا بسبب ان الشركة اللي بتشتغل فيها هي اللي بتتسبب في كل ده فبتوعدوا تينا ان الموضوع هيختلف المراضي وانها هيكتب كل حاجة في التقرير بتاع لو اكتشفوا ان الديدان دي خطر على البيئة فبيوافق السيجور انه يشتغل معها لكن على شرط انه يمضي على التقرير قبل ما تبعته وبعدها بيروح لمعهد الابحاث اللي بتشتغل فيه وهي بتقول كاثرينا مديرة المعهد لسيجور ان البكتاريا اللي الديدان بتتغذى عليها سريع جدا في الانتشارة كتر من اي بكتاريا تانية وبعدها بيقابل سيجور إريكا وإيرين رؤساء شركة التعدين اللي تينا بتشتغل فيها وبيعرض عليهم موضوع انه يبحث في موضوع الديدان اللي انتشر عشان الساعتها يقدروا يكملوا حفر ولا لأ فبتترق إريكا نا توافق وبتطلب من إيرين ان يروح مع سيجور وتينا عشان يتأكد من كلامهم وبيستغرب سيجور لما بيخرج من الشركة وبيشوف زوجتينا هو مستنيها وبيظهر ان السيجور كان على علاقة بيها وبنروح لفرنسا وبنشوف سيسيل ويا في المطعم اللي حصلت فيه الحدثة وبتتكلم مع صاحبة المطعم وبتعرف منها كل اللي حصل وانهما رملوا الاستكوزة في الزبالة فبتاخد سيسيل منها عنوان المتدربة بعد ما عرفت انها رجعت لبيتها لانها حصلت بتعب في نفس الوقت اللي المساعد بيتعب فيه جدا وبتجيله تشنجات وبتحاول صوفي انها تنقذه لكن بتفشل وبعدها بتتصل على سيسيل واللي بتوصل لبيت المتدربة وبتلاقيها ميتة في شقتها بنفس الطريقة اللي الطباخ مات بيها وفي الوقت ده بنشوف سيجور وتينهم مع السفينة وبيروحوا المنطقة اللي كان فيها الحفر بتاع شركة التعدين ودلقنه نفس المكان اللي ظهرت فيه البكترية والددان وبيروح سيجور عشان يبحث في المكان ويعرف سبب ظهور الددان وبيروح قريكة معهم عشان يتأكد بنفسه وبعد ما بينزلوا المعدات والآلات بتاعت التصوير بيحسوا فجأة ان السفينة بتتهز جامد وبعدها بيرجع سيجور وتين المعد الابحث النرويجي وبتقولهم كاثرينا ان اهتزاز السفينة بسبب انفجار حق الغاز وانهم كانوا ممكن يغرقوا لو كانوا على سفينة اصغر وبيتصدم سيجور لما بيعرف ان البكترية هيكمان بتاكل في الجليد زي الددان بالزبط وانها بالشكل ده توصل للقاعة وبعدها بتطلبتنا من سيجور انه يروح معا المؤتمر جنيف فبيرفض في البداية لكنه بيوافق في الآخر وفي الوقت ده بيكون توماس وجيس بيشتغلوا على سفينة في المحيط وبياخد توماس راحة وبيسيب الشغل شوية وبتتفاجئ جيس لما بتليه رسالة من تشارلي واللي بتهنيها بمناسبة ايج ميلادها فبتبعت لها جيس رسالة وبتقول لها انها مش مصدقة انها وصلت للتلاتين بس فجأة الارسال بيطقطع وبيلاحظ توماس حركة غريبة في الماية وبتتهز السفينة جدا لحد ما بتغرق وتاني يوم بترجع تشارلي لبيت وبتتبسط لما بتشوف دوجلس وبيحضر لها الفطار وفي الوقت ده بيتصر رحيم عليها وبيعرف ان السفينة لجيس وتوماس كانوا عليها اختفت وانهم ما يعرفوش عنها حاجة لحد دلوقتي فبتنهار تشارلي وبتفتح النت وبتشوف الخبر فبيهديها دوجلس وبيحضنها وبنروح لسيسيل وبنشوفها وبيتحل الدم اللي ميته وبتكتشف ان دمهم كان في نوع من البكتيريا واللي بتنتج سم لما بتختلط بالدم وانها بتتنقل عن طريق جرح مفتوح او مأكلات بحرية نية وان البكتيريا دي كانت موجودة زمان لكن الدم في خلايا بتقدر تتغلب عليها وعشان كده كانت نادرا لما بتموت حد لكن حاليا بقى فيه طفرة والبكتيريا بتلتهام الدم بسرعة عالية جدا وبتتطمن سيسيل ان كل اللي تصب البكتيريا دي مات عشان ما تتنقلش لحد لكنها بتتصدم لما بتعرف من صوفيا ان في حالات جديدة ظهرت وان كلهم ماتوا وبيطلب ليون من المديرة بتاعته انها تسمح له انه يشرح حوته القرقة للقوع الشاطئ عشان يكتشف سره جومه وان كان في حاجة ملووسة هي اللي بتأثر على سلوك الحتين فبتوافق المديرة على الرغم ان دي اول مرة ليون يشرح فيها وبيكتشف سائل غريب موجود في مخ الحود وبيظهر ان هو نفس السائل اللي كان موجود في الاستكوزة في نفس الوقت اللي بنشوف فيه عام الفرنسي وبيتعب فجأة وبيرجع دم اسود وبيقع على الارض وبعدها على طول بياخدون للمستشفى وبتتصل صوفيا على سيسيل وبتعرفها ان يفي حالات كتير في المستشفى عندهم نفس الاعراض لكن الغريب انهم ما كلوش من الاستكوزة فبتكتشف سيسيل ان ده حصل بسبب الاستكوزة اللي ترمت في الزبالة وانه البكتيريا موجودة في نظام المية وبتنهار صوفيا لما بتشوف كمية الحالات اللي موجودة في المستشفى فبتقرر سيسيل انها تبعت ولادها لطلقها وبتحذرهم من انهم يستخدموا المية اللي موجودة في الحنفيات او انهم حتى يستحموا وبيخاف اولادها عليها لكنها بتعيدهم انها تروح لهم وبعدها بيقابل سيجور ريكا واللي بيكون مدير اعمال ميفون وبيكون ميفون ده ملياردير ياباني ومهتم جدا بالقضايا البيئية البحرية وبيحكي سيجور لريكا عن قصة الديدان وبيدي له تقرير العمل وبيطلب منه يبعثوا الميفون وبيتصل رحيمة على تشارلي وبيعرفها انهم لقوا السفينة لكنهم ملقوش حد من صحابهم فبتقولوا تشارلي انها هترجع ودلقنهم صحابها بينهار رحيم وبيعيط وتانيهم بيحضر ليون الاجتماع مع المديرة بتاعته وقاليشيا ولي بيبقى فيه خريطة بالاماكن اللي حصلت فيها الهجمات وبيكتشف ليون دي الاماكن اللي حصلت فيها الهجمات وهي نفسها طريق الهجرة بتاع الحيتان وان ده معناه ان اللي بيأثر عليهم موجود في الطريق ده وفي أثناء الهجرة وبيقرر ليون ان ينزل المحيط في نفس الوقت اللي الحيتان بيكونوا نايمين فيه وبيساعدوا جاك وإليشيا عشان ينزل المحيط وبيزرع جهاز ميكروفون في جسم واحد من الحيتان وده كله عشان يدرسوا رحلة سير بالحتان ويكتشفوا سبب سلوكهم العدواني ريكو على السجور وبيعرفوا ان موضوع الديدان وانتشر في أماكن كتير في العالم ومن ضمنهم اليابان وبعدها بيبعث له ريكو فيديو بعد ما بيتأكد انه مش بيشتغل في شركة التعدين وبيتصدم السجور لما بيكتشف ان تينا كان بتكذب عليه وان الشركة اللي بتشتغل فيها متورطة في الموضوع وده لان عمل التنقيب بتاعتها بتحصل من غير تصريح وبشكل غير قانوني وبيتصل سجور على تينا لكنه مش بيرضى يحكي لها عن الفيديو وبيتدايق لما بيسمع صوت جوزها وبيتكلم جنبها وبتحاول تينا انها تكلموا عن اللي حصل في جينيف وبيظهر انهم دخلوا في علاقة لكن السجور مش بيدي لها فرصة وبيقولها انهم هيتكلموا لما يشوفها وبترجع تشارلي لنرويج وبتروح المعد مع رحيم وبتقولهم كاثرينا انهم اكتشفوا اللي حصل في السفينة وبتسألهم ان كانوا متأكدين انهم عايزين يعرفوا بقى بيقولها تشارلي انهم عايزين يعرفوا اللي حصل وبيرجع ليون للمختبر وبيشغل الجهاز اللي كان في ظهر الحوت في نفس الوقت اللي تشارلي ورحيمه كاثرينا بيشوف فيه فيديو السفينة واللي بيظهر انه نفس الفيديو اللي اليون بيتفرج عليه ودل ان الحوت انجذب للسفينة وصورها من خلال جهاز اللي اليون زرعه في جسمه وبيظهر نفس الصوت الغريب في الفيديوهين واللي بيكون مصدره يقع على المحيط نفسه وبعدها بيبندق خفيفه اللي بيظهر وبيختفي وبعد كده بنروح لجنوب أفريقيا وبنشوف شاب قاعد مع صاحبته على الشاطئ وبيعترف لها بحبه لكن هم بيتفاجئوا لما بيشوفوا أسراب كتير من سرطانات البحر ويخرج من المياه فبيترابوا وبيحاولوا انهم يهربوا لكن هم بيفشله وبيموتوا وبنرجع لرحيمه اللي بيحاولوا انه يواسد شارلي وبيقول لها ان صاحبهم ماتوا بسرعة قبل ما يدركوا اللي بيحصل فبتقولوا شارلي انه ده مش مهم وده لانه مفيش حد بيغرق بسرعة وان العقل بيحاول يفهم اللي بيحصل وبعد كده الانسان بيبدأ يخاف وبيعتقد ان ده عمره ما يحصل لكنه شوية وبيدرك انه هيموت فعلا وعشان كده مش مهم ان الانسان يموت بسرعة وده لانه بيدرك انه حاجة أبدية وبعدها بتقررت شارلي انها ترجع لسكوتلندا وبتعرف كاثرين انها ترجع عشان تجهز المحطة لفصل الشتة فبتقولها كاثرين انها عارفة كويس ان اللي حصل صعب لكنه بيميزهم وده لانه بيغيروا الطريقة اللي بيشوفوا بها العالم وبنروح كندا وبنشوف ليونه وبيحاول يفهم اللي حصل في الفيديو وده لانه عمره ما شاف حاجة زي دي لكنه بيتدايق من نظر جاك للموضوع واللي بيحاول يفهمه انه ممكن تكون الحكومة وراكل اللي بيحصل وبيقولوا ان الناس ماتت فبيقولوا جاك ان احيانا في حاجات بتحصل وانه محتاج يشكك فيها وبتحاول سيسيل تقنع منظمات الصحة انه فيه وباء جديد وانهم لازم ياخدوا احتياطاتهم ويمنعوا الناس من انهم يشربوا من الحنفيات لكن المنظمات دي مش بتقتنع بكلامها وبيبقوا خايفين ان مصالحهم تتعطن وبعدها بتتصل سيسيل على ولادها عشان تطمن عليهم وبتقول لبنتها انها مش هتقدر ترجع لهم دلوقتي وبيتأكد سيجور من كلام ريكو بعد ما بيرجع للسفينة وبيبقى معها تينا واللي بتشوف ماقع البحر اللي تضمر بسبب اعمال تنقيب بتاعت الشركة اللي بتشتغل فيها وبيتهمها سيجور انها كدبت عليه تاني واستغلته زي ما عملت قبل كده وبتحاول تينا انها تدفع عن نفسها وبتقوله انها ما كانتش تعرف لكن سيجور مش بيصدقها بسبب انه ما بقاش واثق فيها وبعدها بيحس انه غلط في حق تينا بعد ما تكلم مع كاثرينا والاقنعته ان تينا ما كانتش تعرف حاجة وانه لازم يعتذر لها وبتشوف سيمون الاخبار وبتعرف انه فيه سرطانات البحر انتشرت في اماكن كتير في افريقيا وبيقرر ريمون انه يروح لواحد لي علاقة بميفون لكنه مش بيقدر يدخل بسبب الحرس واللي بيمنعه بيقولوله ان المنطقة محظورة لكن اليون بيقرر انه يدخلها برضه وبينطع الصور وساعتها بيشوف واحد من الحرس وبيقبض عليه فبيخاف اليون لكنه بيتطمن لما ريكو بيكلمه وبيحكيله اليون على اكتشافاته وكمان عن المادة اللي اكتشافها في مخ الحوت فبيوافق ريكو انه يساعده وبيطلب منه انه يقوله على اي معلومات يعرفها وبيوعده انه هيديله اي حاجة يحتاجها وتاني يوم بترجع تشارلي للمحطة وبيروح لها دوجلس وبيزعل لما بيعرف انها هتجهز المحطة للشتاء ويترجع لبلدها وبيحاول سيجور انه يتصل على تينا لكنها مش بترد عليه وبتتصل الاشي على اليون ولي بيديها رقم سمنثة علمة الفلك وبيطلب منها تكلمها لانها ممكن تفيدهم وفي الوقت ده بتتفاجئت شارلي لما بتشوف فيديو الجيس واللي كانت بعتهولة قبل ما تموت على طول وبتنهارت شارلي وهي بتسمعه لكنها بتلاحظ فجأة ضوء اللي شافته في الفيديو فبتفضل تعده كذا مرة لحد ما بتكتشف حاجة غريبة وبعدها بتجهى السيسيل عشان تشرح سرطان البحر اللي خرج من المحطات وبتكتشف انه موجود فيه نفس البكتيريا اللي كانت موجودة في الاستكوزة مش بس كده لكن كمان البكتيريا اللي فيه بتقتل اسرع بكتير من البكتيريا اللي في الاستكوزة وبتتكلم تشرلي مع رحيم وبتعرض عليه لها اكتشفته وبتطلب منه انها تكلم كاثرينة واللي بتوافق انها تكلمها وبيبقى معها سيجور وبتطلب تشرلي من دوجلس انه يبعد عشان ما يظهرش في الفيديو وبتعرض تشرلي اللي هي على حظته في الفيديو وبتقول لها ان كان فيه ضوء غريب واندفعت له الصوت قبل ما السفينة تغرق فبتحاول كاثرينة انها توقفها وبتقول لها نوع متكلمه في الموضوع ده قبل كده واكتشف انه ممكن يكون نوع من الموجات الشزة او خلل في اشارة الاتصال لكن تشرلي بتصير انها تكمل كلامها وبتقول لها انها اكتشفت ان فيه شزوز حد في درجة حرارة المياه وانها بتعتقد ان ده سبب زوبان تجمد الها ادرات اللي موجودة في القاع وان ده اطلق الميثان لسبب الانفجار فبتوقفها كاثرينة وبتقول لها ان اللي بتقوله مستحيل يحصل وان ما فيش اي قوة هتقدر انها تريد توجيه كمية الميدي كلها وتوصلها للسفينة وبتطلب منها انها تأمن المحطة وترجع وبتسيبها وبتمشي فبينتقدها دوجلس بسبب طريقة كلامها مع مدريتها وده الانها مدتش لنفسها فرصة انها تسمع كويس فبتتعصب تشارلي لكنها بتفكر في كلامه وبتعرف انها غلطت وبيظهر ان كاثرينة متضايقة وده لانها حاسة بالزنب باتجاه جيس وتومس لكن سيجور بيهديها وبيقولها ان مالهاش علاقة بالله حصل ومع ذلك هو مش قدر يتجاهل كلام تشارلي وبيتفاجئ سيجور لما بيعرف ان تشارلي تبقى بنت واحدة صاحبتهم واللي كانت بتدرس معهم في نفس المعاد وبيتصل سيجور على ريكو وبيطلب منه انه يساعده يعمل اجتماع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عشان يتكلم معهم عن الديدان اللي اكتشفها فبيوافق ريكو وبيعرفه على ليون ولي اكتشف نفس البكتاريا اللي بتتكاثر بمعدل سريع جدا فبيطلب سيجور من ريكو ان يديله رقم ليون عشان يكلمه واللي بيتفاجئ لما سيجور بيكلمه وبيحكيله عن الديدان اللي اكتشفها وبيتصدم سيجور لما بيعرف انها اتنقلت للحيتان كمان مع بلح البحر بس فبيقول ليون انه هيبعات له الفيديو اللي هو صواره عشان يشوفه بنفسه وبيتفاجئ سيجور لما بيرجع البيت وبيلاقي تينا مستنيه واللي بنعرف ناسه بتشغل في شركة التعدين وبيعتزر لها سيجور على كلامه بيقولها انه كان عنده سبب لكنه في نفس الوقت مش عزر على هو عمله وبيحزن لما بيعرف ان تينا ناوية سفر لوحدها ومش بتبقى عارفها ترجع امتى وبتتأثر جدا لما بيقولها سيجور انه مش قادر يتخال حياته من غيرها لكنها بتصرع على موقفها وبتسيبه وبتمشي وبعدها بيبعت ليون الفيديو لسيجور واللي بيبعته الرحيم وبيتأكدوا ان كلامة شارلي كان صح وعشان كده بيقرر سيجور انه يزورها عشان يتكلم معيها في الوقت ده بتروحتين المطعم بتعجزها عشان تتكلم معي لكنه بيكون مجغول وبتتفاجئ تشارلي لما سيجور بيقولها انه كان يعرف والدتها وبتتبس تكتر لما بيوصفها وبيقولها انها كانت جريئة وزكية زيها وفي الوقت ده بتيجي رسالة تحذير لكل سكان النيرويج والدنمارك وبيبقى بكتوف فيها انهم لازم يهربوا الارض المرتفعة وده لانفيت السنامي هيضرب البلد وبيحاول رحيم انه يتصل على تشارلي لكنها مش بترد عليه بسبب انها سايبة تليفونها في البيت في نفس الوقت اللي بتلاحص في تينا العاصفة وبتحاول انها تهرب لكنها بتتصدم لما جوزها بيركب العربية الوحدة وبيهرب من غيرها بس بتلحق وبتركب عربيتها وبتتصل كسرينة على سيجوره وبتحذره فبينزل بالطيارة بسرعة عشان يلحق تشارلي واللي بتخاف على دوجلس وبتجري ورع عشان تنقذه لكنها بتفشل وبيطلب سيجور منها انها تركب الطيارة بسرعة معه إلا هتموت وفي نفس الوقت اللي تينا بتبعت له فيها رسالة وبتقوله ان هي كمان مش متخيلة حياتها من غيره وبعدها على طول التسنامي بيقضي عليها وبتنجح تشارلي في نها تركب الطيارة مع سيجور قبل ما يغرقه وبترجع للنيرويج وبتبقى حزينة جدا وبيسمع سيجور التسجيل بتاعتينها كتير وبنعرف ان التسنامي تسبب في اختفاء صبامة شخص وبنشوف إليشا ويبتحضر مؤتمر لسيسيل مع سمنثة وبيهتم السيجور بكلام سيسيل واللي بتعرض على اللجنة الوباء اللي اكتشفته واللي بيظهر عليهم انهم لسه مش مقتنعين لكن سيسيل بتتعصب وبتقولهم انها مش بتخمن حاجة وان البيانات هيا اللي بتتكلم وبيتصل سيجور على ريكو وبيطلب منه يحدد له معاد مع ليون وسيسيل عشان يقابلهم فبيوفق ريكو وبيكلم ليون واللي بيروح لكيتو وبيطلب منه يبعد عن الساحل عشان الموضوع يبقى اسوأ فبيرفض كيتو بيقوله انه مش هيسيب ارضه وبيفكره بنفسه لما كان صغير وبيلعب قدامه فبيتأثر ليون لما بيقوله كيت انه فخور بيه وبيرفض جاك برضه انه يسيب الساحل ويمشي وبيودع ليون وبيطلب منه يخليهم فخورين بيه وبترجع سيسيل لقودتها وبتتكلم مع سيجور واللي بيعرف منها ان الهجمات اللي حصلت ما كانتش عشوائية وانه فيه كائنات منظمة ورا اللي بيحصل ده وانهم جزء من خطة كبيرة فبتقوله سيسيل ان هي حاسة ان الكائنات دي بتتطور وده لان البكتيريا وصلت لهم اول مرة عن طريق الصيادين اللي استادوا الاستكوزة لكن بعد كده السرطانات المصابة وصلت لهم لوحدها عشاط وبيفهمها سيجور وبيطلب منها انها تقبلوا في المعاد النرويجي تانيوم فبتوافق السيسيل وبتضطر انها تأجل معادها مع ولدها وتانيوم بيوصل ليوني للنرويج وبيحضر الاجتماع مع سيجور وتشارلي وكاثرينا ورحيم وبيشرح لهم سيجور اللي بيحصل وبيقولهم انه بيعتقد ان فيه حاجة ورا الأحداث اللي بتحصل مؤخرا وان الحاجة دي هي اللي خلت البحار والمحيطات سلاح ضدهم فبتصارف كاثرينا من كلامه مش بتقتنع بيه وده الانها مش حسن وعلم كفاية وبترفض انها تنضم لهم فبتخرج تشارلي وراها وبتسألها ان كانت مش مقتنع انهم على حق فبتقولها ان احتمال قليل وانها لازم تاخد حذرها فبتقولها تشارلي ان ما فيش وقت للحذر فبترد كاثرينا عليها وبتقولها ان ما عنداش وقت لمثاليتها وان اي مخاطرة دلوقتي هتنتهي بشكل سيء وبيتصل ريكو على سيجور وبيعرف ان كاثرينا مش هتبقى معيهم لكن ريكو بيفضل عند موقفه وبيقرر انه يساعد سيجور واللي بيتكلم مع ليون وبيلاحظ الاسورة اللي في ايده وبيعرف انها بتاعت والدة ليون وانها اديتها له بسبب انه كان بيسأل كتير وصغير وساعتها والدته اديته الاسورة واللي بتكون رمز للمجهول وبعدها بيعوم ليون مع تشارلي واللي بتسأله عن سبب اهتمامه بالحيتان فبيقولها انه نشأ على المحيطات وانها دي سقافتهم وبيتكلم ليون عن الحيتان وبيقول انها بتشبههم جدا وان الحيتان ممكن يسافروا الاسابيع وشهور عشان يقبلوا حود سما واغنياته وهو ده لانهم موفين جدا بتتأثر تشارلي بكلامه وبتسكت وبيحاول سيجور انه يحل رمز الاسورة بتاعت ليون وبيقرر انه يسمي الكائن اللي هم بيبحثوا عنه وقالير على اسم الرمز وبيجي معاد مؤتمر البيئة في السويسرا وريكو بينافز وعده السيجور وبيسمحوا هو تشارلي وليون وسيسيل ورحيم انهم يحضروا المؤتمر ويتناقشوا مع الاعضاء عن الظاهرة الغريبة اللي اكتشفوها لكن المجلس بالاجمع مش بيقتنعوا بالمعلومات لانهم بيشوفوها خيالية وملاش علاقة بالعلم بعد ما بيعرفوا ان سيجور عايز يوصل رسالة للكائنات البحرية عشان يوقفوا اللي هم بيعملوا وده لانهم بيهاجموا البشر بسبب انهم دمروا بيئتهم وعشان كده بتفشل محاولة سيجور وفريقه في انه يقنعهم خصوصا لما بيعرفوا ان كل الجهات اللي بيشتغلوا فيها مش موفق انها تمويلهم لكن ميفون بيقرر انه يساعد سيجور وده لانه مقتنع بكلامه وبيبقى عايزة خلص من كل الاضرار اللي حصلت للمحيطات وبيعرض ليونه على سمنثة انها تنضم لهم في الفريق فبتوافق على طول وبعدها بيجتمع تشارلي مع الفريق بتاعه وبيطلب منهم انهم يودعوا اهلهم واصحابهم وده لانهم ممكن مايرجعوش من الرحلة وبتتفاجئ تشارلي لما بتعرف ان الرحيم مش هيسافر معاهم وبيقول عنهم ازايها وان وجوده مش يفرق في حاجة وانه تاني هيزور اهله عشان يشوف بنت اخته فبتودعها تشارلي وبتمشي وبتودع إليشيا والدتها المريضة واللي بتبقى خايفة على بنتها جدا لكن إليشيا بتبقى مصرة انها تسافر وبترجع سيسيل لولادها لكنها مش بتقولهم علىها تعملوا عشان ما يقلقوش عليها وبتدي لطلقها الوصيب بتاعتها عشان لو حصل لها حاجة وبتطلب منهم ان ياخد بالهم من اولادهم ويتعرف عليهم فبيطلب طلقها منها انها تفضل معهم وما تسافرش لكن سيسيل بترفض وبتقولهم انهم لو ما حلوش المشكلة مش هيبقى فيه اي مكان آمن وبيعاية سيجور وبيسمع رسالة تينا وبيقرر ان يمسحها وتانيهم بيسافروا على سفينة القبطان جسبر وبيكون طريقهم ناحية المحيط المتجمد في القطب الشمالي وبيكون معهم ريكو وسكرتريت ميفون واللي بيكون اسمها سورة وبتقترح سمنثة عليهم انهم يبعتوا رسالة صوتها لإلير وده لانهم ممكن يفهموا رسالتهم ويجي لهم رد منهم وبتكمل سمنثة كلامها وبتقول ان الرسالة اللي وصلت لهم من إلير ممكن تكون مقصودة منهم عشان يتواصلوا معاهم ويحذرهم من تدمير البيئة البحرية بتاعتهم وبيطلب ميفون من إلشيا انها هتصور كل حاجة وتوسق لمعلومات بالتاريخ بتاعها وبتبدأ إلشيا تصور جسبر وبيشتغل وبتصور سمنثة واللي بتشرح لها اللي هتعمله وبتقول لها انهم هيبعتوا رسالة صوتها لإلير لكنها بتعتقد انهم هيموتوا قبل ما يعملوا كده بالسبب الهجمات اللي بتحصل لهم وبعدها بتصور إلشيا تشارلي وآرثر وهم بيجهزوا المركبة اللي هينزلوا بيها الميا وبعدها بتعود سارة جنبليون وبتفطر معها وبتحكيلوا عن نفسها وعن اللي عملته عشان تشتغل مع ميفون وبتواجه كلامها لتشارلي وبتقولهم انهم لازم يغيروا اسم إلير عشان الناس تفتكروا فبتقولها تشارلي ان في حاجات تانية مهمة لازم يقلقوا علشانها وبتبدأ سمنثة جهز الرسالة الصوتية اللي هيبعتوها لإلير وبتقرر تشارلي انها تنزل المحيط مع أرثر وبتطلب منه انه ياخدها معاه واللي بيوافق على طول وبعدها بيبدأوا يجهزوا وبيظهر على تشارلي انها متحمسة جدا وبتشاغل سمنثة الصوت اللي هي جهزته في نفس الوقت اللي أرثر وتشارلي بينزلوا فيه للمحيط لكن الإرسال بتقطع فجأة ومش بيعرفوا يتواصلوا مع جاسبر وبينسحب الأكسجين من المركبة وبتطلب تشارلي من أرثر انه يزبر وما يرجعش للسفينة لكن أرثر مش بيستحمل وبيرجع بسرعة وفي الوقت ده بتلاحظت شارلي نفس الضوء اللي شافته في السفينة اللي غير قت وبتتبسط سمنثة جدا وده الإنقلير بيرد عليهم وبتتأكد انه عايزة تواصل معاهم وبتسأل إلشيا أرثر ان كان شاف حاجة فبيقولها انها تشوف اللي عايزة تشوفه وبتعف إلشيا قدام المياه وبتلاحظ حاجة غريبة في نفس الوقت اللي الكهرباء بتتقطع عن السفينة لمدة ثواني وبترجع الكهرباء وبنشوف إلشيا وهي مغم عليها وبتحاول سيسيل انها تنقذها وبتنهار تشارلي وبتسأل سيجور ان كانت إلشيا هتعيش فبيقولها ان ده سابق لقوانه لكن حالتها مستقرة وبتكتشف سيلي ان إلشيا تصابت بنفس المادة اللازجة لأصابت الحتين وبيساعد ليون سيسيل وبيمسك إلشيا واللي بتتشنج وسيسيل بتسحب منها سائل من عمودها الفقري عشان تفحصه وبينجح ليون ان يهدوا إلشيا وبيمسك إيديها وبيطمنها واللي بيظهر جروح على إيديها فجأة وبعدها بيتكلم ليون مع تشارلي وبيقولها ان طول عمره بيحلم انه يسافر ويبقى على سفينة زي اللهم عليها لكنه ما كانش متخيل انه يحس بالخوف او انه يشوف حد بيتعرض للأذى فبتحكي له تشارلي قصتها وبنعرف ان والدها والدتها ماتوا على سفينة زي دي وان هي كانت معهم لكنهم أنقذوها وحطوها في مركبة الإنقاذ وبتقولوا تشارلي انهم وعدوها انهم هيرجعوا لكنها فضلت مستنيهم طول عمرها وعشان كده مش بتخاف من محيطات لانها بتحس ان أهلها مستنيينها وبعدها بيظهر أضواء في المية وشكلها بتتغير وبيظهر منها نفس الصوت اللي كانوا بيسمعوه وبيتعرفوا أخيرا على الكائن المجهول اللي كانوا بيدوروا عليه وبتنبهر تشارلي لما بتشوفه وبعدها بيوصل ميفول للسفينة عشان يتبع آخر التطورات وبيقولوا سيجور ان الكائنات اللي اكتشفوها عمرها اكتر من 250 مليون سنة وانها كائنات بخلايا واحدة ولكن ممكن يكون لها ملايين الخلايا لو اتحدت مع بعض وبيعود أرسر جنب إليشيا وبيحس بالزم ودلق انه سابها ودخل السفينة فبتهدي سيسيلو وبتقولوا انه مالوش دخل بالموضوع وبتسيبوا مع إليشيا عشان يتكلم معها وبتقولوا انها تقدر تسمعوا وبتقول شارلي ان إلير ما كانوش عايزين يأتي له إليشيا وانها تعتقد انهم كانوا بيحاولوا يتعرفوا عليهم وانهم عملوا كده بعد انهم حاولوا يتواصلوا معاهم فبتقولها سامنثة ان كائنات إلير ممكن تقضي عليهم لو اكتشفوا ان البشر اسكى منهم وفي الوقت ده نيجيريا بتغرق وبيحزن جاسبر وبيعرف المشرف بتاعه بالخبر ودلقنه من نيجيريا وبتتبسط سيسيل لما بتكتشف ان الكتامين بيقدر انه يقضي على إلير وانه هيختلف لو هي جربته على مجموعة وبيرفض سيجور انهم يستخدموا المادة ضد إلير وده لانهم بيتقدموا وبيحاولوا انهم يعملوا سلام معاهم فبيعترد جاسبر وبيقولوا انهم بقوا عندهم أسلحة ضده لكن سيجور بيبقى خاف انهم يتسببوا في ضمار كبير للعالم لكن ميفون بيقف في صف جاسبر وبيبقى عايز يستغل المادة اللي اكتشفوها عشان يكونوا في موقع قوة وبيتفق أغلب الموجودين مع ميفون وبيقتر السيجور ان يسكت وعشان كده بتبدأ سيسيل انها تحقن حمام السباحة الموجود في السفينة واللي بيكون مليان ميا من المحيط وبيتصدموا كلهم لما كائنات إلير بتجبر فجأة وبتنفجر ساعتها بيتكسر إزاز السفينة وبتتفصل الكهرباء عنها وبتتصدم سيسيل لما بتفوقوا بتلاقي قرصة رواقة في حمام السباحة فبتحاول انها تنقذوا لكنها بتفشل وبيوقفها سيجور وبيقولها انه خلاص مات وبيلاحظ جاسبر ان السفينة بتتشدل تحت وبيظهر ان كائنات إلير اللي ماتت اطلاقت صراخات وبتسمع باقي الكائنات اللي في المحيط وعشان كده بيقرروا انهم ينتقموا وبيحبسوا السفينة حوالين الجليد وبيحاول سيجور ان يلاقي طريقة عشان يعرض السلام على إلير ويقنعوا منهم جزء منهم ونهم فامن رسالتهم وبيعرفهم سيجور انهم ما يحقنوا أرثر بخلاق إلير ويسيبوا في المحيط وساعتها إلير هيرتبطوا بخلاياه زي ما عملوا مع إليشيا وبيطلب سيجور من تشارلي انها تاخدوا في المركبة وتسيبوا الكائنات إلير فبتوافق وبتقولهم انها لازم تنزل لعمق المحيط عشان تقدر توصل إلير واللي بيبدأ يهجي مع السفينة بشكل أكبر وعشان كده بيقرروا انهم يرجعوا إليشيا عن طريق الطيارة وبيطلب سيجور من سيسيلي انها تروح معا عشان أولادها وبيطلب ميفون من ريكو وصار ان هما كمان يركبوا الطيارة عشان يحافظوا على هما بدأوهم وبتجهز تشارلي وبتركب المركبة وبتنزل المحيط وبيبق معها الحقنة اللي هتحقن أرثر بيها لكن بعد شوية بتفقد الاتصال بسيجور بسبب نزولها لقاع المحيط وبيطلب منها أرثر انها ترجع بسرعة لكن تشارلي بترفض وبتقولوا انها ما عندهمش وقت وانهم مش يقدروا يحقنوا أرثر حاليا فبيحاول سيجور يمنعها وبيقولها ان الضغط هيقتلها وبتسيب نفسها وسطهم وبتتحول جزيئات جسمها لجزيئات كائنات إلير وكأنهم بقوا كائن واحد وبتنجح تشارلي في انها تنقذ السفينة واللي كائنات إلير بيبعدوا عنها بعد ما قبلوا السلام وبترجع السفينة تمشي في المحيط تاني وبينهر سيجوره وبيعيها تعلموت شارلي واللي بيظهر انها لستعيشة وبتفوقوا بتلاقي نفسها موجودة على جزيرة بعدما المياه حدفتها الشط وبيخلص الجزء الأول من المسلسل الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكارتون سلام